علمتك الجرأة لأنه ده شغل جريء أكيد والمسلسلات أحياناً مبقاش فيها الجرأة دي صح يعني يبقى فيها الشغل التقليدي عشان تكمل تعيش لازم تقليدي وتقبل بحاجات كتيرة ممكن ما تحبهاش مظبوط ما بين الجرأة وبين التقليدية أنت فين؟ بحاول أوازن بحيث أنه أنا لسه بقبل أفلام مستقلة وأحياناً أفلام من طلبة يعني فعلاً ما فيهاش أجر وفيهاش أي حاجة أحب أن أنا أدعم حاجة زي كده لو العمل فعلاً الكتابة مميزة وشايف حاجة فعلاً في المخرج عنده شيء يقدمه فلو أنا مقامن بيه أحب أعمل ده جداً ولسه قريب يعني يعني إن شاء الله تسمعه قريب عن فيلم قصير عاملينه فمش عايز أفقد أبداً ارتباطي بالجانب ده عايز دايماً ولسه قريبت عامل مصرح برضو مصرح للأطفال يعني حاجات يمكن مش بقية مش مش موضوع فلسه بتحافظ على الجزء ده فيك مش عايزه مساحة الإبداع خايف يموت أتمنى أتمنى فعلاً أتمنى لا يفضل مفكرني لأنه لو في لحظة حصيت إنه المجال بتاع التمثيل ده أنا برضو مش متحقق فيه مش جايب لي السعادة عايزي بيعندي الجورة إن أنا سيبه برضو لأنه وفضل عامل الحياة اللي بتجيب لي الشغب وبتحركني وبتلهمني لحد دلوقتي التمثيل بما تقدمه الآن محقق لك الشغف والسعادة دي؟ ده صراحة جداً جداً يعني أنا بعيد اكتشاف نفسي مع كل دور حقيقي أنا بحس إنه التمثيل ناس بتقول التمثيل إنه هو إنك بتتبنى شخصيات جديدة أنا بحس إنه أنت بتتبنى جوانب من شخصيتك أنت ما تعرفهاش وبتسمح لها إنها تحتل مية في المية من كيانك بدل ما هي مثلاً لو شخص مغرور مثلاً أنت بتحاول تكبت الغرور لأنه دي صفة مش كويسة طبع هخليه بقى يحتل كل جسمي وافهم يعني إيه علاقتي بالغرور وأنا ليه برفضه يعني لا هي حاجة بتخليه واحد يفهم نفسه أكتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة